السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم في هذا الحلقة سنرى كيفية القوات المسلحة الملكية كتأكد من خلال منتدى فروماروك على قصف هذا الشحينة الجزائرية و كيفية موقع جزائري كيتام و كيتوعد المملكة المغربية من خلال قوات المسلحة كذلك قد نشوفوا كيفاش الاتحاد الاوروبي كيرفع رأي البيضة امام المغرب قوموا معي الاخوان شوفوا التفاصيل لهذا الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج و الاشتراك و هذا فضلا منكم و ليس امرا و دائما تحت شعار الله الوطن الملك و الصحراء مغربية الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله على بركة الله ندخل الصور بالموضوع الجزائر اليوم تحاول جص النبض دي القوات المسلحة الملكية ولكن المغرب دائما مستعد بعد القصف للهات الشاحنات اللي توغلوا المنطقة العزيلة فالمغرب اصلا لا يقصف بشكل عشوائي او عبتا و انما كيضرب و يبقى كيراقب حتى الجيء المينورسون و هما بدورهم اللي كيجيوا للمنطقة العزيلة كيلقوا دوك الاليات او دوك الشاحنات خرقوا المنطقة العزيلة وبالتالي اللوم علىه اللي تجوز الحدود المغرب كي يتعامل بذكاء المينورسون فقط من لها الحق الوصول للمنطقة العزيلة او منطقة القصف فالمغرب واضح لانا الاوامر من صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله و هاد الشي في الاتصال ديال صاحب الجلالة مع غوتيريس فال13 نوفمبر 2020 اللي قال اي تهديد او اي حاجة كتوصل الشرق الجيدار قد ينتعاملوا معها بما يلزم هنا قد يخرج واحد الموقع يتاهم الجيش المغربي هاد الموقع اللي هو ميناديفينس الجزائري المتخصص في قضايا الدفاع غد يتاهم الجيش المغربي بقصف شاحنة جزائرية يوم السبت 28 يناير الجاري عبر طائرة مسييرة مغربية على محور طريق تندوف زويرات وفق الموقع الجزائري فان القصف المزعوم اوقع قتلا بالمنطقة تقع داخل اقليم الصحراء تجاور حدود موريطانيا الشمالية غير بعيد عن قرية عين بن تيلي حيث كانت توجد نقطة للامداد والتزود بالوقود لكي استغلها عادة سائق الشاحنات المتوجهين من و الى موريطانيا قبل ان تعلن البوليزاريو الحرب على المغرب وتتحول منطقة باكملها محضورة على المدنيين حسب زعمهم من جهة اخرى غدا يخرج المنتدى ديال فارماروك والمهتم باخبار الجيش المغربي على ما نشره الموقع الجزائري قائلا بالصحراء المغربية من قلم الى مرورا بطرفايا والعيون والسمارة وبجر والدخلة وبير انزران والعرقوب وتشلا وأومدريكا وتفارتي وبير الحلو وغيرها من الأقاليم ومدن ومداشن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية وأي تجوز غير مرخص لحدودها سيقابل بالرد المناسب من رجال قوات المسلحة الملكية تنفيدا لأوامر قائدهم الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية والتي سبقوا أن تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة في اتصاله بجلالة المالك حفظه الله عقب عملية القرقالات الميمونة وأضف المنتدى الغير رسمي فارماروغ الاستهبال وعدم الاعتراف بأن المملكة المغربية هي الواقع والباقي وهم سيدفع أصحابه لمزبلة التاريخ مسترسلا عاشت المملكة وعاشت القوات المسلحة الملكية ولا عزاء لأي معتد مدني كان أو مرتزق الوطن الملك فإخواني أخواتي التعامل بحزم مع كل من سولت له نفسه التطاول على الأراضي المغربية هو شعار قوتنا المسلحة الملكية فتحية لجوندين البواسل تحت القيادة العليا والرشيدة لصاحب جلالة محمد السادس حفظه الله أما الآن سنتقل الموضوع لا يقل أهمية على الموضوع الأول وهو الاتحاد الأوروبي يرفع الرايا البيضاء أمام المغرب هنا أخواني أخواتي في الحلقة السابقة تكلمنا على تقرأ الاستخبارات الفرنسي الذي كان يحضر ماكرون من الغضب المغربي بسبب الصفقات العسكرية مع الجزائر أو مع شنقريحة لتدارت ب 15 مليار دولار فرنسا كانت تصلت بالمغرب باش ياخد منها السلح ولكن المغرب ارفض لأنه لم يريد يشري السلح الخردة السلح المصدي المغرب عنده أمريكا عنده الصين عنده إسرائيل عنده ألمانيا عنده إسبانيا أما بنيتبال شنقريحة فاخصهم يشريوا السلح الفرنسي المصدي باش يرضيوا ماماهم فرنسا لأن فرنسا هي بغية جدد السلح ديالها وبالتالي الحديقة الخلفية ديالها هي اللي غادي تحمل المصاريف وهد الشي اللي خلا فرنسا تاخد موقف من المغرب وكانت بداهت بالقضية ديالتأشيرات وخرج سيد ناصر بوريطا وقال لهم بالليه ماشي مشكلة هد القضية ديالتأشيرات هذا قرار سيادي واللي كيهم نحنية هو الوضوح ففرنسا جربت مناورة أخرى اللي هي البرلمان الأوروبي والإيدانة ديال المغرب ودك التخربية ديال حقوق الإنسان والصحفيين ها تقرير اللي سبقوا وتكلمنا عليه ديال المخابرات الفرنسية قليها باللي خاص فرنسا توقع رد فعل قوي من المغرب وسلبي كذلك وغادي يكون عليه إنعكاس على الشراكة الاقتصادية والتعاول الأمني والعسكري هنا يوم الاتحاد الأوروبي والمفاوضة الأوروبية خرجوا بكلام قاسي جداً كلام اللي فضح البرلمان الأوروبي فضح فرنسا خرجوا بحد الكلام اللي يتناقض تماماً مع الكلام ديال البرلمان الأوروبي فبالنسبة للقضية ديال الصحراء المغربية خرجت المفاوضة الأوروبية وقالت بلي هناك طفرة في الصحراء المغربية بحكم أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي زاروا الأقليم الجنوبية المغربية وقالوا بلي استثمارات ضخمة استثمارات كبيرة واللي كتنفع الساكينة المحلية عكسها ما يدعيه أعداء الوحدة الترابية وأعداء المغرب كذلك نضيفه بلي اللي كيصير هاد الاستثمارات وهاد المشاريع الضخمة هم صحراويين وصحراوية ديال المنطقة يعني الاستثمارات كتكون يا إما أجنبية أو محلية فاللي كيصير هاد الاستثمارات فهما صحراويين وصحراويات وثاني حاجة كيقولوا بلي الاستثمارات الدولية مع المغرب مهمة وكبيرة بزاف وزادوا تكلموا على حقوق الإنسان وقالوا بلي هناك طفرة في حقوق الإنسان في المغرب والدليل قوبوا للمغرب كعضوا في مجلس حقوق الأمن حتى لسنة الفين وخمس وعشرين أضافوا على أن الإدماج السوسيو اقتصادي والاجتماعي يعني الاستثمارات المغربية تزدمج الاستثمارات مع المجتمع وكيعترفوا أن الدولة المغربية دارت استثمارات ومشاريع كبرى مشاريع ضخمة وحريصة على تشغيل الصحراويين يعني دمج الصحراويين في المشاريع أنا أخواني أخواتي كيبن لنبلي الاتحاد الأوروبي كيرفع الراية البيضاء أمام المغرب وكيضرب قاع المناورات ديال فرنسو ديال حديقتها الخلفية في الصفر فتحية كبيرة للديبلوماسية المغربية ولازم الكل يعرف بلي مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم الآن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم وليس هو مغرب الغد مغرب اليوم مقبل أن يستقبل قاعدة عسكرية أمريكية مغرب اليوم ينسج اتفاقية متطورة مغرب اليوم يدخل في شراكة استراتيجية مع مجموعة من القوى العالمية مغرب اليوم لديه حلف عربي خاليجي يسنده ويدعمه في كل قضايا المصرية لدينا الحق أن نحلم لدينا الحق أن نخرج من عباءة فرنسا لدينا الحق أن نفتخر بثقافتنا لدينا الحق أن نفتخر بحضارتنا لدينا الحق أن نفتخر بحضارتنا لدينا الحق أن نقف مع الدول الند للند لدينا الحق أن ندافع عن قضايانا الوطنية ووحدة أراضينا فلدينا الحق أن نرد إعلاميا وتقافيا وفكريا وفي النهاية سنردد كلم صاحب الجلالة نؤكد أننا سنواصل مصارنا حب من أحب كره من كره رغم ينزعج الأعداء وحزد الحاقدين فالمجد والخلط لمملكتنا المغربية الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق النعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو نموت ونحن نحاول سننصر الله والله ينصرنا فلا غالب إلا هو مدى محب الله وحب الوطن يجمعنا